النظرية الأخيرة اللي هي نظرية الوحي اللفظي نظرية الوحي اللفظي بتقول الآتي ببساطة إنه الله بالروح القدس أعطى كتبت الوحي العبارات اللازمة للتعبير الخالي من الخطأ من هذه الأفكار اللي أعلنها لهم يعني الله أعلن الفكرة وإدى للإنسان التعبير فالإنسان بدأ يعبر عن الفكرة اللي الله أعلنها ليه بشخصيته بخلفيته بالأسلوب بتاعه الشخصي لكن في نفس الوقت بدون أخطاء لأنه تحت سلطان روح الله القدس زي ما قلنا الآية لابن كده إنه تكلم الله القدسون مسوقين من الروح القدس فالله سيطر على العنصر البشري للكاتب فسمح ظهور الطابع البشري للخطأ الشخصي وهنا الله مش بيلغي شخصية أواني الوحية لأنه أحد الأمور المهمة هي أو أحد أهداف الوحي الإلهي هو وجود شركة بين روح الإنسان وروح الله إذا تقطعت هذه الشركة الإنسان ما يبقاش إنسان أو الله ما يبقاش الله لكن لازم العنصر الإلهي والعنصر البشري الاتنين يكونوا موجودين في كتابة الوحي وهذا هو ما كتب في الكتاب المقدس فنلاقي تكلم أناس الله القدسون تكلموا بنفسهم بشخصيتهم مسوقين من الروح القدس وهذا هو العنصر الإلهي الذي يسيطر على الشخص فلا يظهر أخطاء ولا يوجد أخطاء شخصية لكن يوجد الملامح الشخصية للكتب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر